عزيمة من النادي الاهلي ماذا هو رأيك اه بعد هذه الهزيمة ولا اللايحة هي اللي بتتكلم دائما في الفوز او الهزيمة كابتر علي اه لا طبعا اللايحة هي اللي بتتكلم لكن عمتا يعني اه ما اعتقدش ان فيها عقوبات يعني طبيعيا اول فرقة يعني اي فرقة في الدولة سنة عبدالنصر يعني بنقدر بنقول ان بعد اربع او خمس اسابيع بيحصل انتجام او توافق على التشكيل الامثل طبعا دي يعني فترة بتمر بها جماعة الامدية اعتقد يعني ده مش وقت طبعا اي عقوبات او اي حاجة من دي السرقة لسه طبعا اه بدأ الموسم وطبعا اه اجهاد كبير جدا من اه انتهاء الموسم في وقت متأخرة عن باقي الامدية ممكن احنا بقابين اخر مقش اللي انا في الدولة السنة اللي فاتت يوم عشرامسة بعد دخلنا في الموقات الكونفدرالية الافراطية فايمكن في تريق المال المصري على وجه التحديد يعني متعرض لجهاد شديد جدا اه لكن بنقول برضو ان الجهاز الثاني بتاعنا يعني قادر ان هو يوفق الامور دي ويزبط الاحمال التدريبية بحيث ان احنا نوصل لأفضل حالة فنية وبدنية للعيبة ان شاء الله اه بتمنى لك التوفيق اه استاذ علي اقترابيلي امين صندوق النادي المصري شكرا جزيلا لحضرتك معلق